حينما يقول لك شخصٌ هؤلاء الناس هؤلاء المغاربة منافقون اجتماعين وغيرهم ما معنى أنهم منافقون؟ أنهم يؤمنوا بشيء وطبقوا لهم ماشي النفاق السعي النفاق مصطلح هو الذي يضمن الكفر ويظهر الإسلام وإذا كانت تعلق الأمر بالنفاق وتهمة النفاق هي أكبر من تهمة الكفر لأن النفاق كفرٌ وزيادة النفاق كفرٌ وكذب كفرٌ وجبن الكافر واضح والمنافق وإذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدارك الأسفال من النار وهم كذلك وحديث القرآن عن المنافقين في سورة البقرة يدل على أنهم كذلك بأنهم لم يؤمنوا أبداً فحينما نقول بهكذا ببساطة ويدافع الشخص وفي كل مقالة نسمى المغاربة المنافقون هذه أسلوب كفيري إذا كنت لا تؤمن بهذا تعرف هذا فأنت لا تعرف ما تقول رأى بعض الأشخاص جاءتهم يقراوا يتكلموا مع المرات مع أناس مع أناس كبار في الدين يقول ماذا يقول المتأسلمون المتأسلمون معنا أنهم ليسوا مسلمين هذه عبارة تقول إلى أنهم كفر ولماذا تعبوا على الآخر أن يكفر أسلوب التكفير يجب أن ننبذه بكل الوسائل بكل اللغات لأن متأسلم ليس مسلماً منافق ليس مسلماً فهذه عبارة تروج الآن ولا أحد يعترض عليها لأن أساليب مسموح بها لبعض الناس أن يصفوا من أنت تخالفني وأنا أخالف فقط انتهى الأمر أن تذهب إلى بعضاً من هذا فهذا نحن في أقل من هذا نتحدث عن أحكام القيم وهذا ليس للأحكام القيم ولكن نحن الآن دخلنا هذه المعمعة التي ما كنا نود أن نكون فيها ولكننا الآن في صلبها وفي عمقها فلذلك وجب أن نقول هذا إذن فنحن نقول نحن يجب أن يستقر لدينا أننا نخاطب إنساناً مسلماً إذا كنت تخاطب مسلماً فلا تتعب نفسك في أن تقول لما لا يمارس الإنسان الزنا لا تتعب نفسك لأنه جواب واضح هو لأن القرآن يمنعه لما لا يفطر الإنسان في رمضان جواب واضح لأن الإفطار في رمضان معصية والإفطار عمداً عليه قضاء الكفارة فكأنك تنتنسى الخلفية الدينية لهذا الشخص وتطرع عليه السؤال هذا السؤال كان مطروحاً ليس الآن منذ مدة ظهرت كتابات كنا في زمن قريب نسمعه كتاب عن كتاب بورك وابا لماذا لا؟ وغريباً في مكان في الرباط كانت هنا تقل باب حانة اسمها هكا بورك وابا أي لما مكلادين ولا أحلال ولا بورك وابا غير دخله صافي أنا غيرك غالط صافي فبورك وابا فبورك واباً كنا نقول جواب ما كان هذه أشياء تقود الناس إلى بعض المهالك وإلى بعض الملتهيات التي أساسهم يرفضونها فإذلك أقول مبدئياً من حيث إننا نخاطب إنسان مسلماً نقول إن الإنسان المسلم له علاقة وله عقيدة وله التزام فلا تخاطبهم يخرجوا عن التزامه حينما أسلم الإنسان التزم طاعة الله ورسوله وإلا فإنه قد تراجع في الاتزام واحتى حينما يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم ألموا الجنة قالوا هذه لا تخصوا المجاهدين كما يقولنا إنسان المؤمن كلهم ازتزموا بأنهم باعوا واشتروا مع الله سبحانه وتعالى وأعطوه أنفسهم وأموالهم ولهم الجنة لمن جاهد ولمن لم يكن كذلك لأن الحياة كلها من هذا النوع إذن لا أطيل في هذه النقطة لأقول لكم مقتض الإيماني هو الطاعة لله تعالى والتزام به ولم يعرف المسلمون إسلاما غير هذا منذ كانوا كانوا دائما يسمعون ويطيعوا قولوا سمعنا وطعنا دائما هذا شأن المسلمي أنه يسمع توجيه الإلهي توجيه صحيح السنة ويستجيب ما كان لديه موقف آخر هذه نقطة حاسمة ربما كان هناك من لا يعرفها فهو لذلك يسأل الناس لما لا نقول لهذا السبب ترجمة نانسي قنقر